بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج التريند كل سنة وحضراتكم طيبين يمكن أجازة العيد انتهت بسرعة لكن أكيد مباريات النادي الأهلي مستمرة وموسم النادي الأهلي مازال مستمر والنهاردة عندنا مباراة مهمة جدا مع فيتشر هذه المباراة المؤجلة من الجولة 24 في الدور العام ويمكن طبعا بالنسبة كبيرة جدا الأهلي بيقترب من حسب بطولة الدورة ولكن مهم جدا الانتصار في السلاسل لقاءات المقبلة بداية من لقاء اليوم لقاء فيتشر ثم لقاء الإسماعيلي ولقاء الاتحاد السكنداري في أوائل الأسبوع المقبل تسع النقاط يضمن لك الأعلان الرسمي لفوز الأهلي بدرع الدور العام وعودة اللقب من جديد إلى القلعة الحمراء بعد فقطان هذا اللقب الغالي خلال آخر موسمين لذلك المباراة القادمة هتكون مباراة هامة جدا ومصيرية وحسمة بالإضافة إلى تحديد شكل مباراة جدوى للدور العام حتى نهاية الموسم أو بشكل صحيح يعني حتى نهاية شهر سبعة لأن فيه أجندة مزدحمة جدا للنادي الآلي خلال هذا الشهر حالة فيها كواليس وتفاصيل وهنتكلم على مباراة فيوتشر وهنتكلم على إرسال أسماء الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية عن التكلم على ملف ترخيص الأندية الإفريقية والنهاردة عندنا مفاجآت مدوية في مسألة ملف ترخيص الأندية الإفريقية ولكن نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم وزي ما أنتم تعودين معنا عندنا سؤال دائم في كل حلقة عشان كل السادة المشاهدين يشاركوا معنا في الإجابة على السؤال ويكون في تفاعل بشكل مستمر لبرنامج التريند سؤال النهاردة عايز أعرف توقعات حضراتكم لتشكيل الأهلي في مباراة فيوتشر اليوم وكمان توقعاتكم ليه نتيجة اللقاء التشكيل يلعب بكولر وتوقعاتكم ليه نتيجة تقدر تشاركوا معنا عبر صفحات القناة على الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من أراء حضراتكم على سؤال حلقة النهاردة لكن بسرعة نبدأ حلقتنا بأهم العنوان في تريند الأهلي الفريق يواجه فيوتشر الليلة في الدوري وكمان اتحاد القرى يرسل أسماء الفرع المشاركة في إفريقيا للكعف وأخيرا ألف مليون مبروك لمنتخبنا الأوليمبي التعاهل نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة هيواجه غينيا يوم السلساء في نصف نهائي أمم إفريقيا طيب استعرض مباراة اليوم النهاردة أهم مباراة 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 مؤجلة من الجولة الـ 24 في الدوري العام هتتلاقي بالساعة 8 ونص على استهد السلام مواجهة قوية جدا ما بين فيوتشر والآل الآل يسعى لتأكيد الصدارة والاقتراب من الفوز بالدوري العام وفيوتشر قدر إمكان بيحاول يحافظ على مركزه كثالة الدوري خاصة فيه منافسة قوية جدا مع الزمالك الموجود حاليا في المركز الرابع في الدوري العام دي مقدمة مهمة جدا من برنامج الترنت نخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع لأبرز الأخبار والكواليس وكمان هنتكلم عن استعادتات الأهلي لمواجهة فيوتشر مساء اليوم أهلا بحضراتكم من جديد اتحاد القرى يرسل أسماء الفرق المشاركة في البطولات الإفريقية مصابقتين دور الأبطال وكأس الكونفدرالية كلام كتير قوي بتكتب على السوشيال ميديا في مسألة إرسال أسماء الأندية ورخص الأندية المحترفة خلال الفترة اللي جاي خلاص ابتداء من النهاردة فيش حاجة اسمها رخصة مؤقتة اللي ياخد الرخصة يبقى نادي محترف ويلعب في المصابقات القرية إما يخليه في المصابقات المحلية ويلعب في الدون المحلي ومالوش دعوه بالكلام الكبير اللي بتلاعب في المصابقات القرية ده اللي هيحصل ابتداء من أول سبعة ما فيهاش هزار وما فيهاش نقاش ولا أي جدال هل في نادي مصري حصل على الرخصة حتى الآن بالنسبة للموسم المقبل عشرين تلاتة وعشرين عشرين اربعة وعشرين لا ليه ما اتحاد القرى طلع وقال إنه هو خلاص اعتمد الرخص وتم إرسال المشاركات للأندية لا الأندية سجلت على السيستم اللي كان وضعه الاتحاد الافريقي لغاية يوم تلاتين ستة ولكن بدءا من واحد سبعة هتبدأ مراجعة الملفات حتى هذه اللحظة ما فيش أي نادي خد الموافقة الرسمية على إنه خلاص أصبح نادي محترف للموسم اللي جاي ويشارك في المصابقات القرية السنوات السابقة يمكن النادي الأهل هو النادي الوحيد اللي كان خد رخصة دايما اللي هو رخصة الأندية المحترفة فيه أندية تانية لتعمل لها استثناء وخدت رخصة مؤقتة لحين توفيق الأوضاع أو تعديل أوضاح لكن ابتدائي من السنة دي ما فيش حاجة اسمها رخصة مؤقتة يتبقى نادي محترف وتلعب في المصابقة القرية يتبقى نادي مش محترف وتخليك في المصابقات المحلية تلعب دور وكاس وإذا كنت ممكن تلعب سوبر لو أنت ما نسحبتش من السوبر أو ما اعتذرتش عنه ولكن بالنسبة للموسم اللي جاي هتبدأ ملفات أو هتبدأ المراجعة من إحدى اللي جان المستقلة للجنة الترخيص في الاتحاد المصري عشان تعتمد رخص الأندية طيب الاتحاد الأفريقي المفروض إيه الدور المنوط به خلال الأيام اللي فاتت لأن الناس كانت بتتوقع أن الاتحاد الأفريقي يرفض رخص بعض الأندية لا الاتحاد الأفريقي كل دوره أنه بيستقبل البيانات والاعتمادات الرسمية من الاتحاد المحلي وبيعتمدها لكن لو جات شكوى من أحد الأندية ضد أحد الأندية بأن رخصته غير سليمة وأن الاتحاد لم يعتمد المعايير التي وضحها الاتحاد الأفريقي يبدأ الاتحاد الأفريقي يحقق في الشكوى وبيشوف هل الاتحاد الوطني اعتمد المعايير بشكل سليم ولا جامل النادي في منحه الرخصة للمشاركة في المسابقات القرية وبالتالي ده دور الاتحاد الأفريقي وده اللي تم في الساعات اللي فاتت إنه تم التسجيل على السيستيم ولكن المراجعة هتبدأ من النهاردة أو لأن مبارح كان أجازة فالمفروض تبدأ من النهاردة للأيام اللي جاية البعض بيتوقع أن الأندية اللي قدمت ملفات الرخص بالنسبة للمشاركات القرية أربع أندية لا ما يقرب من حوالي من ستة إلى سبع أندية قدموا عشان إذا تم استبعاد نادي من المسابقة الإفريقية يكون النادي البديل جاهز ومعاق الرخصة وأعلقوا على مفاجأة جرى العرف في خلال السنوات اللي فاتت كان دايماً اتحاد الكورة بيفتح التسجيل للأندية اللي هتشارك في إفريقيا ولكن السنة دي اتحاد الكورة فتح باب التسجيل لكل أندية الدور العام كل أندية الدور العام التمنتشر نادي اللي موجودين في الدور السنة دي كلهم كان ليهم الحق في التقديم للحصول على رخص الأندية المحترفة حتى يوم تلاتين ستة هل لو في نادي من الأندية الأربعة اللي تم اعتمادهم للمشاركة في إفريقيا لم يستوفي المعايير ولم يستوفي الحصول على الرخصة هل يضيع على مصر مكان في المسابقات الإفريقية؟ لو النادي اللي في المركز الرابع مثلاً يعني ما استوفاش المعايير هل الذي يلي في الترتيب يشارك؟ أو يشارك بدليل أنه استعد وقدم أوراقه للحصول على الرخصة طبقاً للمعادل اللي حدده للاتحاد الإفريقي يوم تلاتين ستة ولكن المفاجأة اللي أعلقوا عليها عدد أنديت الدوري الممتاز 18 نادي كم نادي قدموا وطلبوا الرخصة وقدموا بياناتهم بشكل سليم وتمت مراجعتهم أو مراجعة بياناتهم وفي أنداء ما قدمتش خالص يعني أول نادي قدم كان نادي في يوتشر ده أول نادي قدم في ملف الرخص الأندية المحترفة سموحة طلاع الجيش الأهلي الاتحاد السكندري المقاولين فاركو سيراميكا بيراميدز المصري الزمالك وإمبي بنتكلم فيه 12 نادي فقط 12 نادي منهم دون ذكر الأسماء يعني أنا قلت الـ 12 نادي اللي قدموا أكيد الـ 6 نادي الثانية اللي ما قدموش الناس أكيد هتبعى عرفة الأسامي يعني منهم مثلا الإسماعيل مش موجود يعني الإسماعيل لم يتقدم تبقى للمعاد يوم 36 بملف رخص الأندية المحترفة أمبي في بعض البيانات لسه مش مكتملة فالمفروض بيتم مراجعتها الأندية الأخرى اللي ما قدمتش خالص بقى تقدر تقول ممكن حرص الحدود الداخلية باقي الفرق اللي موجودة في الدور السنة دي ويه ما قدمتش أسوان ما قدمش عشان يبقى معاه رخصة أندية محترفة طب موقفهم السنة جافت دوري المصري مش عارفين ولكن بالنسبة للمشاركات القرية تم اعتماد الأهل وبيرامدس دوري أبطال والأهل موجود بصفة حامل اللقب وفيوتشر والزمال الكأسي الكونفيدرالية وبالتالي أصبحت بطولة كأس مصر حاليا ليس لها أي قيمة في المشاركات القرية طيب السؤال اللي ممكن يترحل بعض إذا كان اتحاد الكورة وقف وساند وساعد أحد الأندية التي تقدمت بملفها عشان تشارك في البطولات الإفريقية وتعامل التسوية في مسألة المديونية في مسألة المستحقات التي لدى اتحاد الكورة على النادي مستحقات الضرائب التأمينات حقوق اللاعبين كل الملفات اللي احنا عارفينها والمعايير اللي طلبها لاتحاد الإفريقي هل اتحاد الكورة هيخطو نفس الخطوات مع الأندية المتعسرة محليا ومش قادرة تكمل بيانتها أو تكمل أوراقها عشان تستوفي الملف وتبقى معاها رخصة ده محترفة وأنا هضرب مثال بالنادي الإسماعيلي وأنا هتكلم عن أن ده الجماهيرية نادي جماهيري كان عنده مشاكل في مسألة الرخصة والاتحاد الكورة وقف معاه وطلع قرار من مجلس الإدارة باعتماد الملف واستكمال باقي المعايير عشان ياخد الرخصة طيب نادي الإسماعيلي ما قدمش لأنا بتكلم عن المواعيد اللي كانت لغاية تلاتين ستة نادي الإسماعيلي ما قدمش هل اتحاد الكورة هيتعامل بنفس المعيار ويكون فيه عدالة في التعامل وبين الأندية ويسامح أو مش يسامح يدي مساحة لنادي الإسماعيلي إنه هو يكمل ملفه بشكل سليم يعمل تسوية معاه في كافة الإجراءات المفروض الإسماعيلي يكملها لفترة الجاية عشان يكون على ألف فيه يعني عدالة ما بين الأندية هو يبتعمل ملفتها ما تبقاش القصة كلها رايحة في مجملات لطرف والأطراف التانية تغبط رأسها في الحيط إنبي الإسماعيلي أي نادي تاني بقى عنده مشكلة في الملف المفروض الفترة جاية تحاد الكورة يساعد الأندية كلها بما إنه بيساعد أحد الأندية عشان يستوفي الملف بتاعه والمعايير بتاعته دي الجزائي المتعلقة برخص الأندية المحترف قلت لكم حصريا على شاشة القناة الآلي الأندية وعددها اللي قدمت للحصول على الرخصة من 18 نادي في الدور العام ومين خد أوبشن إنه هو يتعمل له تسوية ومين نادي تاني عنده مشكلة في استفاة الأوراق ومحدش قدم له أي مساعدة زي ما تقدم مساعدة لبعض الأندية عشان تستوفي أوراقها النادي الآلي هو النادي الوحيد اللي معاه رخصة دائمة للأندي المحترف ولكن سنويا لازم يقدم أوراقه عشان يقدر يشارك في كل مسابقة قرية طيب دي الجزائي المتعلقة بالرخص وإرسال أسماء الأندية لكن النهاردة فيه مباراة مهمة جدا ما بين الأهلي وفيوتشار والمباراة دي على فكرة تتكلم ما بين أول الدوري وثالث الدوري وهي مباراة بتحمل فيه تفاصيلها كواليس كتيرة الأهلي من أجل الصراع على الحفاظ على الصدارة وتأكيد قربه من فوز بالمسابقة وفيوتشار بيلعو على فكرة الإبتعاد عن المنافسة مع المركز الرابع مع نادي الزمالك والتأكيد أنه هو ثالث الدوري والأحق بالمشاركة في الكنفدرية طبقا لترتيبه في الدوري العام كل التفاصيل دي أنا أعرفها وكيف يستعد الأهلي لهذه المواجهة من خلال زمننا فاروق صلاح اللي هنروح له من خلال هذا اللايف اللي موجود في فندق إقامة فريق النادي الأهلي عشان أتعرف من فاروق على استعرالة الأهلي لمباراة فيشار مسائل فلا فاروق برحب بك يا محمد وبرحب بكل مشاهدين مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان بالفعل يا محمد هي مباراة من مباريات القمة طبقا لت وجود النادي الأهلي على قمة الدوري وفريق فيوتشار في المركز الثالثي وهو حيث من مباريات القمة خاصة أن فيوتشار كان واحد من الفرق اللي بتنافس النادي الأهلي على درع الدوري مع فريق بيراميدز ولكن يعني النادي الآلي يتربع على عرش القمة الدوري وإن شاء الله النهاردة مباراة ومحطة مهمة جدا من ثلاث محطات متبقيين للنادي الآلي من أجل حسم درع الدوري مواجهة فيوتشار زي ما أنت قلت مواجهة صعبة جدا النادي الآلي يريد إنهاء الدوري مبكرا فيوتشار ثم الإسماعيلي ثم الاتحاد الجانب الآخر أيضا فريق فيوتشار محمد زي ما أنت عارف بيريد أيضا الهروب بالمركز الثالث بيفصلوا عن المركز الرابع أو صاحب المركز الرابع نادي الزمالك نقطة واحدة ولكن يعني أكيد الكابتن عليمار أيضا يعني بيزيد من صعوبة هذه المواجهة محمد سواء للنادي الآلي أو للنادي فيوتشار إن فريق فيوتشار في آخر خمس مواجهات لم يستطيع تحقيق الفوز سوى في مباراة وحيدة على فريق أمبي دي من الأمور طبعا اللي بتزيد من صعوبة هذا اللقاء لكن تقدر تقول يا محمد لكي النادي الآلي النهاردة إن شاء الله في كامل تركزهم الاستمرار على الأداء الجيد اللي احنا لمسينه والجميع لمسوا خلال الفترة الأخيرة بإذن الله تكتملوا الصورة إن شاء الله النهاردة والفوز على فريق فيوتشار ويكون ثلاث نقاط تموهمة جدا يقربوا النادي الآلي من درع الدوري بإذن الله الجمهور مش قادر ينسى فاروق إن فيوتشار كان من الفرق يعني عطلت الآلي شوية في الدور الأول بعد سلسلة من الانتصارات لكن جيت عادل مع فيوتشار هل الجزائز الجهاز الفني أكيد برضو بيفكر فيها لأن فريق من الفرق اللي اتعدلت مع الآلي في بداية الدور السنة اللي فاتت فأكيد مباراته عطبا مع الآلي مباراة صعبة بالفعل يا محمد هي واحدة طبعا من المحطات الصعبة جدا والمستر مارس الكولر تفرج على مبارات الدوري الأول اللي جمعت ما بين الفريقين ووقف على أمور كتير جدا تكلم فيها في المحاضرة الفنية اللي جمعت ما بين المستر مارس الكولر واللعبين بالأمس قبل طبعا اختتام التدريبات الندرالي على ملعب مختار تيتش دي كانت من النقاط المهمة جدا اللي اتكلم فيها مستر مارس الكولر على فريق فيوتشار وقال إحنا في المباراة دي أحرزنا هدف مبكر وأحضرنا كثير من الفرص في هذه المباراة لو كنا حققنا الانتصار في هذه المباراة أعتقد كان من الممكن أن إحنا حسمنا برضو الدوري قبل ما ننتظر لثلاث لقاءات هننتظر لقاءين أكد على أهمية يعني ضرورة يعني إحنا ما نكررش سيناريو المباراة الأولى أو المباراة الدوري الأول اللي انتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضرورة الحراز الهدف مبكر في يعني بتكلف أول عشر داية وأول ربع ساعة ثم إحراز الهدف الثاني ودي اللي يعني تقدر تقول الهدف الأساسي اللي مستر مارسل كولر بيتكلم فيه دائما مع اللاعبين يعني تقدر تقولها محمد بلغة الكورة وبنتكلمها بكل بساطة لو الكورة أو الظروف خدمك أنك تجيب هدف إيه المانع أنك تجيب الهدف الثاني والثالث ودي الأمور اللي مستر مارسل كولر بيأكد فيها مع اللاعبين وعلى الرغم من النادي الآية محمد نتعارف النادي الآية بحقق يعني السلسية رقم 14 لكن مستر مارسل كولر بيتكلم مع اللاعبين أيضا على إهضار الكام كبير جدا من الفرص قال إن عندنا فعالية هجومية يعني غير مستغلة بشكل أمسل بنحقق عدد كبير من الأهداف لكن عدد الأهداف اللي احنا بنهدرها أعتقد من النقاط المهمة جدا اللي مستر مارسل كولر بيشتغل عليها وبيشتغل عليها خلال الفترة القادمة بإذن الله طيب لفت انتباه وعنا بنعرض الكواليس الحصرية لفريل أهلي من فندو الإقامة وجود الشناوي مصطفى شفير علي لطفي الساعات اللي فاتت البعض اعتقد إن في بعض الصور ما كانتش موجودة للشناوي فالبعض اعتقد إن خلاص الشناوي بينهي ارتباطه وممكن يحترف ويلعب في النادي الناصر السعودي قدامنا هي على شاشة يا جماعة الشناوي موجود في قيمة النهاردة موجود في مباراة النهاردة عشان السوشيال ميديا بعله يومين بتتكلم عن إن في عروض إن الشناوي رايح الناصر السعودي الشناوي مش في المعاصخر الشناوي مش في التدريبات المبالح وأول هاي الصور موجودة ولقطات وصوت وصورة من فندو إقامة الأهل يا فاروق وكلمنا أكتر على فكرة استقرار مركز حراسة المرمى في الأهل بما إنك دائماً قريب جداً من علي ومن الشناو ومن مصطفى شبير وبتتكلم دائماً على طول مع ميشيل يانك يعني خلينا أقول لك محمد دي نقطة مهمة جداً في غاية الأهمية أنت تتركت لهذا الأمر ومركز حراسة المرمى عايز أقول لك إن في نقطة مهمة جداً سواء من الجاز الفني سواء من اللعبين كافة الأفراد داخل منظومة الفريق اللي النادي أهلي محدش بيتطرق تماماً لأي حديث أو أي كلام بيثار على السوشيال ميديا ما فيش أي كلام من هذا الأمور بتأثر على اللعبين بتأثر على الجاز الفني سواء في قراراته أو يعني أو مع اللعبين الجميع مركز في هدف واحد هو ضرورة اقتناص أو عودة درع الدوري من جديد للنادي النادي أهلي أو عودته إلى يعني مكانه المفضل في قلعة الجزيرة المستر مارسل كولر والجاز الفني اللعبين محدش يعني أمور كتير جداً يا محمد وأخبار كتير جداً بتصوار على السوشيال ميديا ولكن اللعيب قال لا تتطرق لهذه الأمور الجميع مركز في هذه المرحلة اللي احنا فيها خاصة مرحلة حسم الدوري وده نشايفينه منعاكس على اللعبين محمد تتكلمت طبعاً على الكابتن محمد الشناوي كابتن علي لطفي كابتن مصطفى شوبر عايز أقولك أيضاً أن مستر مارسل كولر والشناوي وميشيل يانكون وأيضاً علي لطفي ومصطفى شوبر بيتابعوا كمان حمز علاء وبيهنو على أداءه مع المنتخب مصر الأولمبي مستر مارسل كولر بيتابعوا بيتفرج على المباريات المنتخب مصر الأولمبي بتفرج على أحمد نبيل لكوكا وتفرج على حمز علاء خطوط اتصال مفتوحة ما بين كابتن محمد الشناوي مع حمز علاء عايز أقولك أن كل اللعبين عاقب المباراة بالأمس أو عاقب المباراة يعني كل نهاية كل مباراة الشناوي بيبقى أول حد يتصل بي حمز علاء مصطفى شوبر علي لطفي دي الروح اللي احنا لمسانها محمد من اللعبين الأمور كلها يعني أي فرضة يكون موجود في حراسة مرمى نادلالي سواء الشناوي سواء علي لطفي سواء مصطفى شوبر أعتقد الروح اللي احنا لمسانها ومشيليا نكون عامل روح جميلة جدا ما بين اللعبين ولكن الدور الأكبر أنت بتكلم للقيمة ومكانة محمد الشناوي أن كل الحراس بتحب محمد الشناوي يعني تكلم على علي لطفي الروح اللي دايما بتلمسة من الشناوي اللي يكون أول واحد بيكلم على لطفي أيضا نفس الأمر بأنعكس مع مصطفى شوبر مع حمز علاء أعتقد أمور كلها بتطمن جماهير النادلالي محمد على مركز حراسة المرمى في النادلالي طيب ممكن يكون كولر ريح من النهاردة من المطش لأن احنا طبعا عارفين الجدول للفترة الجاية كل 72 ساعة مباراة أنا شايفه قدامي في اللقطات حسين الشاحات موجود كهرباء موجود أفشا القندوسي ياسر خالد عبد الفتاح هل بقى مروان بتكلم على فكرة بقى اللعيبة طاهر أنا شايفه برضو كان موجود ياسر إبراهيم محمد عبد المنعم يعني من النهاردة ممكن يكون كولر فضل يريحه يا فاروق محمد يعني خليني بقى أنت يعني روح للنقطة مهمة جدا وده ما بنقول مستر مارسل كولر هيرايح مين النهاردة يعني عايزة أستغل وجودي معاك يا محمد ويعني أنت يعني واحد من زملائنا الأعزاء جدا اللي يلمس مدى هذا الأمر خلينا نتكلم بالتحديد على اندرياس اندويا مخطط أحمال النادي الأهلي الرجل ده قيم بدور كبير جدا يعني واحد من الجنود المجهولة جدا في الجهاز الفني للنادي الأهلي ودوره والحالة البدنية اللي احنا شايفين عليها العبل للنادي الأهلي كتير كنتكلم على القياسات اللي اتعاملت في بداية الموسم ومدى تأثيرها أعتقد وإحنا في مرحلة نهاية الموسم وانت لعبتك أكتر من بطولة لعبتك 2 سوبر لعبتك كاس مصر لعبتك كاس عالم أندية لعبتك بطولة أفريقيا شوف معدل صابات العضلية بالنسبة لعبل للنادي الأهلي أعتقد هو رقم قليل جدا يعني العم شاء الله الحمد لله طبقا لسنوات كتير ماضية أعتقد جلسات مهمة جدا محمد أنت عارف أن الوقت دايما بين المباراة والتانية لكن خلينا أتكلم النهاردة بالتحديد على اندرياس اندويا محمد في جلسات مستمرة طبعا بتكون بين وبين مستر مارسل كولر لتحديد عدد دقايب لكل لعب وأعتقد يعني اندرياس اندويا قايم بدور مهم جدا ومميز جدا أن الجميع اللامس هذا الدور إنعكاس الأمور البدنية على لعب النادي الأهلي لعب النادي الأهلي وانت بتفني شدية تسعين تلاقي لعب النادي الأهلي يقدر لعب تسعين دقيقة تانية أعتقد دي من الأمور المهمة جدا بلغة الكورة بنقول لها محمد أن لعب النادي الأهلي وقف على رجلها كويس أو في أرض الملعب أعتقد دور مهم جدا لاندرياس اندويا طبعا موضوع راحة اللاعبين ده يتم بالتنسيق طبعا ما بين مستر مارسل كولر واندرياس اندويا يعني أعتقد أقول لك محمد من بعض الأمور أو الكواليس أن طبعا أنت عارف محمد الأجهزة الحديثة التي استقدمها للنادي الأهلي سواء للجهاز الطبي أو المخطط الأحمال اندرياس اندويا يقدر يحدد يعني تلاقي بيقى فيه تواصل ما بين اندرياس اندويا يحدد لمستر مارسل كولر أن اللاعب النهاردة يلعب سبعين دقيقة تمانين دقيقة اللاعب ده يقدر ياخد ربع ساعة اللاعب ياخد عشر دقايب تقدر تعمل الروتيشن بشكل منظم جدا ما بين اللاعبين وبالتالي يا محمد انت لما تلاقي العيب بيدخل داخل المجموعة ويدخل مكانه لعيب الشكل الأداء بيبقى واحد يعني الرسم البياني أو الرسم اللاعب لنادي الأهلي في أرض ملعب أعتقد ونفس أسلوب اللعب أعتقد دي منظومة مهمة جدا قدر يحافظ عليها مستر مارسل كولر طبعا بوجود واحد زي اندرياس اندويا اللي اعتقد احنا كلنا لمسين دوره محمد طبعا موجديد مع الفريق في المعسكرات في الصفر في أي مكان لمسين دوره واحد من الجنود المجولة جدا وأعتقد محمد انت لامس هذا الأمر من مخاطط أحمال للنادي الأهلي فأعتقد مستر مارسل كولر من الممكن انه يعني ما يبدأش ممكن ببعض اللاعبين طبعا عن المباراة الأخيرة لكن اللي قدر أكده لك انه هيلعب بالتشكيل الأساسي في هذه المباراة مستر مارسل كولر بيأكد على هذه المباراة بيأكد ان فريق فيوتشار في خصم صعب جدا وبالتالي هتلاقي التغيير عن مباراة البنك الأهلي لمحمد هتتكلم في تبديل أو تبدينين في أضيق الحدود عموما أنا فاروق أشكرك شكرا جزال كل هذه المعلومات وطبعا قدامنا على شاشة يمكن القوة الضربة كلها موجودة في قيمة فريق النهاردة في مباراة في يوتشار كل الشكر لك فاروق على المعلومات والإضاحات بخصوص مباراة اليوم وشفنا اللعيبة شفنا الكواليس شفنا اللقطات بنتكلم القوة ضربة بير ستاو وقهربة بنكلف وجود طاهر حسيني الشحات قندوسي كريستو شناوي مصطفى شبير علي لطفي ياسر إبراهيم محمد عبد المنع عمراني ربيعة ربنا يوقف الفريق النهاردة كمان شفنا علي معلول محمد هاني خلد عبد الفتاح مروان عطية حمد فتح بس مش هتشوفون نهاردة موجود في القائم لأنه خلاص يعني خلال ساعات أكيد هيبقى فيه إعلان رسمي في مسألة انتقاله لأحدى الأندية القطرية خلال الفترة اللي جاية قبل ما أروح لجدول مباراة الأقل المتبقية في الدور العام جات لي رسال كتير وأنا بأتكلم على موضوع رخص الأندية المحترفة وأنا عارف طبعا الحمد لله متابعي برنامج التريند والناس كلها بتبقى حريصة لما بتسمع مننا معلومة عايزة تعرف التفاصيل الأكتر الناس بتسألني طب لو في نادي علي مدينيات مثلا ممكن توصل لخمسة مليون دولار بسبب أضايا خارجية المدينيات والأضايا الخارجية ومنع القيد ومنع القيد حط تحت كلمة منع القيد دي ميت خط بيمنعوا منح رخص الأندية لأي نادي تاني المدينيات والأحكام النهائية ومنع القيد بيمنع منح رخصة الأندية لأي نادي بيتقدم عشان يشارك في مصابقة قرية ولكن يجب أن تكون هذه الأحكام وهذه القرارات المتعلقة بالمدينيات والأحكام النهائية وقرار منع القيد قبل 31 مارس أي قرار صدر بعد 31 مارس وفي حال استمراره للموسم بعد القادم يمنع منح النادي أو يمنع منح أي نادي رخصة الأندية المحترفة ولكن هذا الموسم تحديدا لو قدمت بالملف بتاعك في شهر 6 عشان تاخد الرخصة عشان تشارك في المصابقة القرية الأحكام النهائية وقرار منع القيد والمدينيات إذا صدر بها قرارات بعد 31 مارس لا تمنعك من حقك أنك تاخد الرخصة عشان كده الاتحاد الفريق حط موعيد معينة قبل 31 مارس ما تدرش تاخد الرخصة بعد 31 مارس لا تاخد الرخصة بتاعتك ولكن عندك سنة كاملة تسوي هذه الأحكام لغاية لما تقدم على الرخصة في الموسم بعد القادم طيب آخر حاجة قبل ما أطلع لفصل تعاونوا كده نستعرض نشوف خريطة الآله الفترة اللي جاي أجندة الآله الفترة اللي جاي أجندة مزدحمة وأنا خايف وأنا بتكلم وبستعرض الترتيب المباريات الواحد يتعرض لأي شدة عضلة لأن بصراحة المشهد مشهد يخض بص يا جماعة النهاردة 2 سبعة الساعة 8 ونص ماتش في يوتشار والأهلي دي في الجولة 24 مباراة مؤجلة يوم 5 سبعة الأهل العلاعب الإسماعيلي في برج العرب دي مباراة مؤجلة من الجولة 18 الساعة 8 ونص يوم 8 سبعة الاتحاد يلاعب الأهلي في برج العرب أيضا مباراة مؤجلة من الجولة الواحد وعشرين الساعة 7 يوم 13 سبعة الأهل والزمالك دي مباراة مؤجلة من الجولة الواحد وثلاثين ساعة 8 ونص يوم 16 سبعة الجولة 34 ودي بقى المباراة اللي تتلعب في نفس التوقيت ساعة 7 يوم 16 سبعة بإذن الله دي الجولة الاربعة وثلاثين نرجع بقى لتساعة 10 سبعة بعد الجولة 33 مباراة مؤجلة من الأهل وحرس الحدود وتحطت في التوقيت ده لأن الحرس كده كده هلس هبط للدرجة التانية فبالتالي مش مشكلة لو أجلت هذه المباراة من الجولة 33 ولعبتها بعد الجولة 34 ثم آخر مباراةين في الدوري الأهل العلعب بيراملز في استاد الدفاع الجوي يوم 23 سبعة الساعة 7 ودي مباراة مؤجلة من الجولة 28 وآخر مباراة في الدوري مباراة مؤجلة من الجولة 30 المصري والأهل يوم 26 سبعة مباراة في كأس مصر يوم 30 سبعة مباراة مؤجلة في دور 16 ما بين الأهل والدخلية وكلنا عارفين أن بكرة وبعده في مباراتها تتلعب في دوري الثمانية البنك الأهل وبيراملز بكرة يوم الثلاث أمبيا هيلعب النجوم والزمالك هيلعب المقاولين لكن الفيز من الأهل والدخلية مع الفيز من المصر وحرس الحدود في دوري الثمانية لسه ما تحددش معادها هل دوري الثمانية والسيمي فاينل والفاينل يتلعبوا في أول أسبوع في تمانية كلام مش نهائي لأن اتحاد الكورة مستني يشوف موقف الزمالك في البطولة العربية لو خرج من الدوري الأول بعد إقامة أول تلات لقاءات يرجع وإذا كمل في الكاس يلعب مباراة السيمي فاينل وإذا كسب يلعب الفاينل إذا الزمالك خرج كأس مصر هيستكمل أثناء إقامة البطولة العربية عشان الدوري كله يختتم مع الكاس في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل طب الآلي بعد ما يخلص التسعة مباريات دول خلال شهر سبعة تسعة مباريات في تلاتين يوم يعني نتكلم معدل تلات أيام أو أربع أيام اللي حاجات بسيطة يعني في يعني كل 72 ساعة مباراة إيه اللي هيحصل في شهر تمانية لو الأهل يكمل في الكاس هيلعب المباراة المتبقية زي ما قلت موعدها كده في الأسبوع الأول من شهر تمانية وبعدها هل ممكن يكون فيه مباراة رسمية بنسبة كبيرة جدا مش هتكون فيه أي مباراة رسمية إلا على انطلاق الدوري في أواخر تسعة أو مع مشاركة الأهلي في دور السبر الإفريقي في شهر عشر فهتبقى فيه فرصة طيبة جدا للأهلي ياخد راحة في الجزء الأخير من سبعة مع تمانية مع أول تسعة الناس بتقولي تم مباراة السوبر للأفريقي الأهلي والتحاد العاصمة حتى الآن مفيش تأكيد لإقامة موعدة تبقى للأجندة من 13-8 ممكن تترحل في فبراير عشرين أربعة وعشرين عقب كأس الأمة الأفريقية لسه الكلام النهائي محدش عايز يأكده لكن مفيش تأكيدات إن أجندة 13-8 السوبر أفريقي الأهلي للتحاد العاصمة كلام ده لسه مش نهائي وفيه يعني فيه اتجاه للتأجيل لفبراير عشرين أربعة وعشرين عقب كأس الأمة الأفريقية لإنه فيه اتجاه أيضا إن المباراة تتلعب خارج القرة الأفريقية نخرج إلى فصل وبعد الفصل نرجع لآخر أخبار الترند تفاصيل كتير وأخبار كتير في السوشيال ميديا عن النادي الأهلي نتابع في آخر أخبار الترند طيب نبدأ ترند الأهلي ونشوف اللي مكتوب النهاردة في السوشيال ميديا ومعين النهاردة فيه مباراة مهمة بين الأهلي وفيتشر كرة بلس كان حريص إنه يبدأ ويتكلم على التشكيل المتوقع اللي ممكن يلعب بالأهلي مباراة اليوم حسين الشحات وكهرباء يا قدان هجوم الأهلي لمواجهة فيتشر إليكم التشكيل المتوقع في حراسة المرمى الشيناوي محمد هاني ياسر إبراهيم محمد عبد المنعم علي معلول وسط الارتكاز مروانة عطية أليو ديانج أفشا وفي الهجوم بيرسيتا وحسين الشحات قهرباء بنسبة كبيرة طبعا القوة الضربة اللي ممكن يبدأ بها لأهلي مباراة اليوم في ظل طبعا إنه لازم كولر يحسم الثلاث مباريات عشان لو عايز يدي راحة بعد مباراة الزمالك يعني أنت ممكن تحسم الدوري في مباراة الاتحاد لكن طبعا بنسبة كبيرة تبدأ تتكلم في الراحة عقب لقاء الزمالك اللي هيكون بعد لقاء الاتحاد بـ 72 ساعة طيب اليوم السابع بيتكلم فيه إحصائية رقمية ماذا تقدم الأهلي وفيوتشر في الدوري قبل مواجهة الليلة طيب الأهلي في المركز الأول فيوتشر في المركز الثالث الأهلي 68 نقطة فيوتشر 57 نقطة الأهلي لعب 26 مباراة فيوتشر 31 مباراة الأهلي فاز في 21 لقاء من أصل 26 فيوتشر عمل نسبة 50% 15 انتصار من 31 مباراة التعادلات الأهلي تعادل 5 فيوتشر 12 الهزيمة الأهلي هو النادي الوحيد الذي لم يخسر في الدوري فيوتشر اتهزم أربع اللقاءات الأهلي أقوى هجوم سجل 51 فيوتشر 32 هدف الأهلي أقوى فيوتشر استقبل 7 أهداف فيوتشر استقبل 19 هدف وآخر مباراة الأهلي فازع البنك 03 فيوتشر خسر من المصر البورسعيدي في برج العرب 02 طيب سبورتو 68 مصرابي يقوله على 3 لعيبة نجحوا في تسجيل أكتر من 10 أهداف تحت قيادة مارسل كولر في جميع المسابقات بقى سواء دوره كاس أو حتى إفريقيا طيب قهرباء سجل 13 هدف شريف 12 هدف أحمد عبدالقادر 10 أهداف عند قهرباء عايز أقف البعض قال لك إيه كهرباء هيتوقف تغيالوا قهرباء في يناير اتوقف وفي فبراير اتوقف وفي مارس اتوقف وفي إبريل اتوقف وفي يونيو اتوقف وفي شهر 6 اتوقف 6 شهور بيتكلموا على إيقاف بس في 6 شهور هم بيقولوا إيقاف عمل إيه جاب 13 جون كسب إيه كسب 2 كاس سوبر كسب كاس مص كسب بطولة إفريقيا وهيكسب الدوري أحلى إيقاف بالنسبة لقهرباء أكتر اللي عابين تسجيلة للأهداف مع النادي الأهلي تحت قيادة مارس الكل كورابلاص الأهلي يحسب موقفه من رحيل الشناوي للنصر السعودي طيب نقف بقى هنا عند كورابلاص لأنه في بقى ايه كلام من خلال مصادر لكورابلاص أنه فيه أنباء مفاوضات من نادي النصر لتدعيم مركز حراسة المرمى فيه ثلاث أسامي حراس تصدروا الترشيحات ياسين بونو ومحمد الشناوي وأحمد رضا التكنوتي لعب أو حارس مارمى نادي الودان معلوماتي أن ياسين بونو رفض الفكرة وهيكمل في السعودية خلال الفترة اللي جاية يعني ياسين بونو فكرة أن يلعب في الدوري السعودي أصبحت مش وردة بنسبة تتخطى التمانين تسعين في المية فالكلام دلوقتي على اتنين الشناوي أو أحمد رضا التكنوتي طبقا للأخبار اللي جاية من السعودية أن الشناوي أسهمه أعلى والأرقام اللي معروضة على الشناوي تسمح أن ممكن الشناوي ينتقل للناصر السعودي ولكن كرة بلس لما أتكلم على انتقال الشناوي يال إيه لسه ما فيش عرض رسمي تلقاء النادي الآلي بخصوص انتقال الشناوي للناصر السعودي وفي حال وجود عرض رسمي هيكون فيه تفاوض من إدارة النادي الآلي مع الناصر السعودي واللي هيشوفه اللاعب أو حارس المرمى محمد الشناوي هيتم الاتفاق عليه ده ممكن يتم حسبه إمتى عشان الملف ده يتقفل عشان ما يخدش من تركيز الشناوي ولا يعمل بلبلة شوية في مسألة التحضير للفريف الفترة اللي جاي أعتقد بنسبة كبيرة بعد مباراة الزمالك ولكن في حال وجود عرض رسم والرقم مناسب النادي الأهلي أكيد مش هيعترض لأنه عنده ثقة في أداء علي وفي أداء مصطفى شبير وكمان دلوقتي عنده حارس أساسي بيلعب في منتخبنا اللونبي حمزة علاء وكمان هيبقى فيه تفكير بقى للمرحلة الجاية الأهلي ممكن يفكر إزاي لكن كل ده بعد استشارة ورؤية فنية لمارسل كولر المدير الفني للنادي الأهلي طيب نروح لي حساب بطولات محمد الشناوي يطلب من الأهلي الموافق على عرض النصر السعودي اللي رغبته في خطة جروبة الاحتراف الخارجي واتجاف النادي الموافق على العرض حال وصوله رسميا ما أضفش كتير حساب بطولات اللي احنا قلناها من خلال مصادر لكورة بلس حساب يالكورة حمد فتحي يطير للدوحة لإجراء الكشف الطبي وإعلان انضمامه للوقرة يوم الاثنين لو تتذكروا قبل العيد الناس كانت بتتكلم أن حمد فتحي خلاص هيسافر قطر يوم الاثنين أو الثلاثة وأنا طلعت وقلت يوم الاثنين حمد فتحي موجود في مصر وهيفضل موجود لغاية نهاية الأسبوع لأن الناس في قطر أجازة لغاية يوم السبت والحد ففكرة استمرار أو فكرة صفر حمد فتحي القطر يوم الاثنين أو الثلاثة الكلام ده الأسبوع اللي فات قلت ومش حقيقي النهاردة الحسابات كلها تتكلم على أن حمد فتحي يطير إلى قطر للإجراء الكشف الطبي وإعلان انضمامه للوقرة القطري يوم الاثنين ده بعدما النادي القطري والعاملين والمسؤولين في قطر رجعوا من الأجازة عشان يبدأوا يستعدوا للموسم الجديد حساب الوطن سبورت الأهلي يدرس تأجيل التعاقد مع بديل الشحات وقهرباء وطبعا فكرة البديل اللي هيكون موجود الفترة اللي جاية أنا بقول لكم لسه مفيش كلام فيه لأن خلاص تم تجديد التعاقد مع حسين الشحات كريستو لسه لاعب منضم للنادي الأهلي في بداية هذا الموسم بنكلم في عدد من اللعيبة موجود بيرستاو موجود طاهر موجود أحمد عبدالقادر والعرض الروسي اللي كان موجود خلاص اتقفل مفيش كلام عليه فبالتالي في استقرار في مركز عديدة جدا في النادي الأهلي الفترة اللي جاية وهيبقى التركيز أكتر على التدعيم في مركز رأس الحرب حساب باكورة إليفن موقع اللي إي تلتمائة وستين سبورت المغربي وده موقع كبير جدا في المغرب ولكن الفترة الأخيرة عدد من الأخبار اللي بينشرها الموقع ليست فيها يعني أنباء مؤكدة أو صحة بنسبة 100% هم قالوا أن بدري بلوني يقترب من العودة للنادي الآلي ولكن قبل ما نتلقى هذه الأخبار محتاجين نبص على قيمة الفريق من اللاعبين الأجانب مين كم لعب أجنبي؟ أنت عندك فيه أليو ديانج علم علول أحمد قندوسي بيرسيتاو هذه أربع لعيبة أجانب فوق السن عندك كمان لاعب تحت السن وهو كريستو عندك برونو سافيو اللاعب البرازيلي عندك اتنين لعيبة أجانب راجعين من الإعارة الآلي أكيد شغال في إطار التسويق عشان ينتقل لاندي أخرى بواليا ولويس ميكي سوني فأنت عشان تجيب لعب أجنبي وإنت عندك ما يقرب من تم اللاعبين أجانب محتاج تفكر فيه إخراج تلات لعيبة من القيمة الأساسية من التلاتة اللي ممكن تفكر فيهم؟ يعني بواليا ممكن لويس ميكي سوني ممكن ولكن اللاعب التالت مين؟ وهل أنهية فكرة انتقال لأحد لانديه عشان تفكر في بدري بنون عملية صعبة جدا ومحتاجة وقت ودراسة عشان تقدر تزبط الساعة في مسألة خروج لعب وانضمام اللاعب وهل كولر محتاج لعب أجنبي في مركز الدفاع ولا اللاعب الأجنبي ده محتاجه في مركز رأس الحربة؟ لو إذا انتهى بالشكل ده هتكون عندك الإجابة هل بنون جاي ولا مش جاي طيب حساب كورا بلاص الأهلي يبحث تدعيم الجبهة اليسرى بلاعب أجنبي تحت السن طيب ده مركز جديد لا رأس حربة ولا مدافع لدى الكلام على لعب أجنبي تحت السن هنشوف الفترة الجاية حساب يلا كورا الأهلي يضع الرطوش الأخيرة على تعاقد تسمية استاذ النادي الأهلي وده هيتم العمل عليه خلال الفترة الجاية بمجرد صياغة العقود بشكل رسمي جدا طيب ده ترند الأهلي ترند المحلي والكلام فيه هيكون على منتخبنا الأولمبي اللي خلاص تأهل رسميا إلى مرحلة الدور نصف النهائي لكاس الأم الأفريقية تحت 23 سنة اللي بتصادفها المغرب حتى يوم 8 يوليو مصر هتلاعب غينيا المباراة هتلاعب يوم الثلاثة الجاي في نفس الملعب اللي بنلعب عليه من أول البطولة في طنجة وهنلعب مع غينيا الساعة الثمانية مساء بتوقيت القاهرة المكسب يؤهلك إلى الألعاب الأولمبية في باريس صيف عام 20-24 لقدر الله إذا كان في خسارة هيكون عندك فرصة تانية في مباراة تحديد المركز التالت والرابع وتلعب فيها مع الخاسر من المغرب أو مالي هذه الفرصة هي الفرصة الأخيرة لك داخل قرية إفريقيا إذا كسبت هتكون تالت البطولة وتتأهل إلى الألعاب الأولمبية في باريس ولكن لقدر الله إذا خسرت هتنتظر لقاء آخر في تصفية مع رابع أسيا خلال شهر إبريل المقبل ومباراة تتلعب في قطر وبالتالي مش هتكون على أرضك ومباراة ممكن تكون صعبة جدا وظروفك وتوقيتك ممكن ما يكونش مناسب ليك وبالتالي مهم جدا نكسب جنية عشان حاجتين أولا نتأهل إلى الألعاب الأولمبية في باريس وثانيا نضمن التواجد في المباراة النهية والدفاع عن اللقب اللي منتخب مصر حققه في النسخة الأخيرة اللي اتنظمت فيه مصر عام 2019 التصفيات دي من أول مصر ما شاركت فيها على مدار أربع مراحل في الألعاب الأولمبية تلت مرات وصلت نصف النهائي ومرة وحيدة خرجت من دور المجموعات والمرة دي كانت مع كابتن حسام البدري في جيل كان جيل عظيم جدا ولكن ما كانش فيه توفيق الجيل ده أنا فاكر وقتها كان فيه محمد النني محمود ريزيجي كان 2015 أعتقد في التوئيد ده واخسرنا وخرجنا من دور المجموعات كانت معانا تونس ونيجيريا أعتقد أو الجزائر ولم نتأهل طيب فيه تفاصيل مهمة عن تأهل منتخبنا نروح مباشرة إلى كابتن محمود حاربة المدير المنتخب الأولمبي عشان نبريك له على التأهل لمرحلة الدور نصف النهائي كابتن محمود ألف مبروك كنا بنتكلم بعد لقاء النيجر وكان فيه توفيق وصوح حظ ولكن كان المنتخب في الموعد قدر يكسب مالي يكسب الجابون ويثبت الجدارة بالتأهل كأول مجموعة عشان يلعب في لقاء التسعين ديئة المقبلة لضمان التأهل إلى لعب الأولمبي في باريس الأجواء والكواليس وأخبار منتخبنا في المغرب يا كابتن محمود والله الحمد لله كل حاجة كويس الحمد لله نفترض بنا طبعا مشكلة لعيبة والفئاس على كل اللي عملوا مجهود كبير زي ما حدثنا قلت مهمين جدا خلونا على قدرات المجموعة وأهم من كده ان هم خلونا في مدينة صانجة ان احنا نكمل ماتشاتنا في مدينة صانجة ان احنا هنلعب ان شاء الله سين مستعينة في الصانجة مش هنتفق في الرباط الحمد لله كل الناس كويس مع نشي إصابات في حاجة ان شاء الله إجاز المسجي الجاي والحمد لله برضو ما عندنا في إقافات ولا عندنا حاجة كل اللعبة يهزر مساكلة في المسجي الجاي ان شاء الله مبارا براحكت فيها خشونة قوية جدا هل الحمد لله اللعبة كلها خرجت سليمة ما فيش أي إصابات والله يبص حضرتك لو تسوف فرق الأجسام بيننا وبين فرق إجازة بين معاني يعني في الفيديو كمان شاء الله ذاك مختلف عن أرض الواقع يعني تتكلم باللعب لعبة ضخمة لعبة كرة أجسام ضخمة جدا نسباننا طبعا ودي بتأثر علينا طبعا لكن الحمد لله اللعبتنا رجالة وبيت حتى قدر يتغلبوا على الفرق القوى البسمنية لكن الحمد لله ما عندنش أي صلات الحمد لله كابتن محمد بركات رئيس البعثة اتحاد الكورة يعني آخر الكلام اللي تقال مع العيبة في المواسكر والتحضير بقى لمباراة نصف النهائي مصر كلها بتدعي لكم إن شاء الله عشان تخطي هذه المواجهة الصعبة يا رب ودي أهم حاجات ما فيش والله وكابتن بركات طبعا عدنا مع العيبة مع عدنا ترجعنا وخلون تقريبا نفس الكلام إن احنا إن شاء الله نوصل الأولمبياد مع العيبة كلمنا برضو بارك للعيبة وحاجة برضو على المباراة جاية وحاجة كمال علامة برضو بعض المصر يعني بصراحة كل الناس معنا وفي التواصل واللعيبة حتى بالمسكولية والجهة برضو حاجة المسكولية اللي محاجة إن شاء الله لكم بس بإذن الله كابتن محمود وطلب أخير أتمنى بس تاخدوا بالكم من فكرة الأطقم التحكمية اللي بيتم تعيينها لمباراة مصر لأن بصراحة في دور المجموعات كانت أخطاء كارثية ولولا الفار مبارح كان موجود وبيصر وبيؤكد إن فيه ركلة جزاء حكم مبارح كان ممكن حتى ما يحسبش ركلة الجزاء فأنا تمنى يكون فيه طاقم تحكيم جيد يليغ بمباراة الدور النصف النهاية أمام غينيا في ظل الأخطاء التحكمية الكبيرة اللي موجودة في هذه البطولة والله إحنا كمان نتمنى ونبهنا برضو على الكاف تكلمنا معهم في الموضوع ده إحنا مش عايزين أكثر من نتربلي بس مش عايزين أكثر من كده الحكم عادل لكل الفرقتين لأن زي ما أنت بتقول غلطة زي دي ممكن تضيع حلم طريقة مشروعة فرقة تعب حلمها لكنهو إحنا بتحاول حدولها في وجود البار ربنا يكلم إن شاء الله وتعود بها بإذن الله إن شاء الله كابتن محمود حرب أنا أشارك شكرا جزيلا وألف مبروك التأهل إلى الدور نصف النهاية خطوتين التأهل إلى الألعاب الأنبياء في باريس وخطوة تانية والفوس بالبطول لأن منتخب مصر وحامل اللقاء طيب نروح بقى الآخر فقرة معنا بعد التريند المحلي المشاركات والسؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة التشكيل المتوقع والنتيجة الزعيم الأسواني بيقول الشناوي هاني ياسر عبد المنعي المعلول مروان أستاذ محمود علي بيقول أتوقع الشناوي في حراسة المرمى خط الدفاع هاني منعي مياسر معلول الوسط ديانج مروان أفشة في الهجوم تاو قهربة الشحات ولكن محمود لم يتوقع النتيجة أستاذ حماده بيقول أتوقع الشناوي في حراسة المرمى الدفاع هاني منعي مياسر معلول الوسط ديانج مروان أفشة الهجوم تاو قهربة الشحات ما توقعش النتيجة أستاذ شعيب بيقول إن شاء الله هنكسب 2-0 التشكيل المتوقع الشناوي ياسر منعب معلول هاني ديانج مروان السلية مصاب على فكرة مش موجود في القايمة الشحاية التاو شريف بالتوفيق إن شاء الله للنادي الأهل آخر تعليق معايا أستاذ أحمد أمين بيقول مساء الخير عليك يا أستاذ محمد تحياتي ليك أهلا بحضرتك أتوقع التشكيل هيكون الشناوي هاني ياسر منعب معلول ديانج مروان أفشا حسين الشحاية أحمد عبدالقادر كهربا كل التوفيق لنادي الأهل إن شاء الله 2-0 الأهداف كهربا وحسين الشحاية دي أبرز التعليقات على السؤال طرحناه في بداية الحلقة إن شاء الله بإذن الله لكل متفائل الفوز وتأكيد الصدارة وتبقى مباراتين على الإعلان رسمية لأهلي بطلة للدور العام ولكن نتمنى يا رب بإذن الله يكون الاحتفال عقب مباراة الابتحاد وفي لقاء الزمالك وميزة إن لقاء الزمالك جاي بعد لقاء الاتحاد وننتظر ونشوف نتائج المباراة القادمة عشان الاحتفالية بالبطولة الخمسة خلال هذا المسيب في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة وغدا اللقاء جديد في برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء شكرا وإلى اللقاء